محمد صبحي وزير الثقافة أكتر من ثلاث مرات لأنه ببساطة لا يصلح لهذا المنصب الذي يرى أن هناك من هو أكدر به منه وأشار محمد صبحي إلى أن وزير الثقافة والإعلام يجب عليه اعتماد خطة ثقافية واضحة مطالبا بعدم تسليط الضوء على الأعمال التفعى وأوضح الفنان محمد صبحي أن وزارة الثقافة لم تعد مهتمة بالفنانين معلقا نحن ننفذ غصب عننا مخطط أعداءنا بالقيام بأعمال تفعى الثقافة والفن من الممكن أن يبني أو يهدم وأكمل محمد صبحي باكيا أنا حزين ولا أتسول أنا بشتغل وبكسب وبقول أمام الدولة مصرحي شغال في الصحراء منذ سبع سنوات ولكن أعمالي موجهة لجمهور معين يخشى على مصر ولا يزال ينتظر فنا نظيفا أضاف محمد صبحي أنا بشتغل لكن بشتغل لوحدي أنا حاسس أني في سجن انفرادي زمان كان بيكون فيه 32 مصرحية في السوق دلوقتي ما فيش غير مصرحية ثلاثة واختتم محمد صبحي حديثه مناشدا أتمنى أن يدرك خلال الفترة المقبلة أن الفن والثقافة والتعليم هما من يبنون الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر